السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن الخوارزمي كان من أوائل العباقرة اللي معهدوا الطريق للذكاء الاصطناعي؟ هل تعلم أنه كان واحد من ثلاث عقول لو لاهم ما كان في ذكاء اصطناعي اليوم ولا حتى كنفيرر من أصله؟ على الرغم من إنهم ما عملهم التأك ولا حتى عاشوا بنفس الزمن ثلاث عباقرة من ثلاث قرون مختلفة الأول وطبعا هذا غني عن التعريف كان اسم الخوارزمي وكلنا بنعرف أنه هو مبتكر علم الجبل يعني هو اللي حول الأرقام من مجرد عمليات عد بسيطة إلى لغة تفكير منظمة كاملة ومتكاملة عرفتوا هلأ من وين الفيسبوك جاب كلمة خوارزميات؟ والتاني كان اسمه بليز باسكال وهذا الرجل العبقري اللي حول مفهوم الصدفة إلى أرقام وقوانين رياضية واللي على إيده وولد علم الاحتمالات في الرياضية وطبعا هذا العلم من أهم ركائز الذكاء الاصطناعي اليوم لأنه بيستخدمه عشان يتخذ القرارات المناسبة ويتنبأ بالخطوات اللاحقة والثالث كان اسمه جورج بول وهذا الأخير اختصر علم المنطق في كلمتين كلمة صح أو خطأ واللي تحولت فيما بعد إلى الرقمين صفر وواحد صارت أيضا هاي العمود السقري لكل كمبيورر في العالم بس القصة ما انتهت هون كل هاي العلوم العظيمة وغيرها اللي أضيفت بعدين وعشان توصل لأوج استخدامها كان لازم يدمجوها مع شبكات رقمية بتشتغل مثل خلايا الدماغ العصبية وبتتعلم بالتكرار والخطأ بنفس طريقة تعلم الإنسان ومن هون بدأ العقل الصناعي يتعلم عن طريق التكرار خطوة بخطوة مثل الأطفال تماما لكن المفاجأة اليوم أن هاي الآلة اللي بلشنا نعلمها زي البابي واللي المفروض هي تتعلم منها صرنا إحنا اللي نتعلم منها وكمان إيش صرنا نهتمد عليها بكل شيء حتى إنها صارت هي مصدر تصحيح المعلومات إلنا صح كلامي ولا أنا غلطاني؟